موضوع محمد ينضم إلينا في الستوديو المهندس البيئي اللبناني الأستاذ زياد أبي شاكر مساء الخير أهلا مساء النور أهلا فيكم اليوم ضرر الحرب على البشر واضح المعالم على البيئة هل بنفس الوضوح أم أن تأثيره يكون أكثر على المدى الطويل أكيد أنا شخص اشتغلت كتير بجنوب لبنان حتى بأيام ما يكون في حروب كان دايما تلجأ كان يلجأ الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين إلى تدمير ممنهج لاقتصاد المنطقة يلي هو كان وقته من عشرين سنة إلى هلأ هو اقتصاد زراعي يعني اليوم أكتر شي فيك تأذي الإنسان بلا ما تقتله هو إنك تقطع له رزقته كانوا يكبوا سموم كانوا يكبوا كيميائيات على المحاصيل كانوا يجربوا قدمة فيهم يعني يأذوا المحصول الزراعي لحتى يكون فيه أذى اقتصادي كمان الأكيد لما بيصير فيه احتكاك مباشر وحرب مثل ما بيقولوا بالإنجليزية بيصير ما بقى حدا يفكر بتصير بتصير العملية قديش فينا نقزة موضوع أنابل الفوسفور أكيد خلينا كمانا نكون شوي واضحين الفوسفور هي عملية لحتى تحرق الناس إذا منكم شايفها كيف تنفجر وكيف تنشطر وبتصير تعمل حبيبات يمكن حتى وحدة فوسفور أتحب تحمص طالعة من الأمبلة الفوسفورية بتأثر هلد مش بتأثر قادرة تأتل السخص قادرة تأتل البني آدم يعني إذا إجيت على راس حدا وهي عندها قدرة حارقة يعني بتجي بغرب تتفاعل مع الموية يلي بجلدة الإنسان وبصير يشتعل أكتر الفوسفور طبعا الخسارة الكبيرة لشك هي أكيد بالبشر هذه التحصيل حاصل الخسارة الكبيرة اللي صارت هي بعدد الأشجار يلي ما يقارب ستين ألف شجرة هولي كانوا منتجين يعني هولي كان في ناس في عيال عم نحكي بأشجار مثمرة وليس بأحراج عم نحكي بالزيتون أكتر شيء عم نحكي بالزيتون ممكن مستمعيكم يعرفوا أنه اليوم الاقتصاد اللبناني صار أخي تحيز فيه إنتاج الزيتون وزيت الزيتون حيز كبير وأنا من بعض الأشخاص يلي كمان عم يشتغلوا على ملف كيف بيقدر زيت الزيتون يساهم بالنهضة الاقتصادية اللبنانية كم شجرة بدنا قديش قدرينا كم معصرة يعني خطة متكاملة لأنه هالقطاع هيدا يجيب مليار دولار بالسنة على الناتج القومي طبعا بقى كل ما نحصر شجرة ونكون عم نتأخر بهذه الخطة وهني أكيد كان عندهم هال هالنية الأذى مش له مش له الخطة أكيد بس هني شو بيعملوا إذا بدهم يحاربوا بمنطقة معينة وفيه بستين وفيه شي بيحجوا بالرؤية بيطلعوا بيكبوا عليه وبيحرقوا يعني طب أستاذ زياد يعني نحن هلا عم نحكي عن الأمور الملموسة اللي هي القنابل الفسفورية وغيره ولكن هل يمكن أن يكون هناك مواد ربما تستخدم من قبل إسرائيل أو غير إسرائيل قد لا ترع بالعين المجرد ولها تأثير على البيئة أو على الإنسان فيه شي أنا هيكي بيشغلي بالي شوية بس بعد ما تأكد منه بس لازم يعني ما بدنا نخوف الناس بس إنه مضطرين نتأكد منه وهذا الشي صار بحرب أوكرانيا بحرب أوكرانيا الغرب عطى الجيش الأوكراني أزايف فيها يورانيوم منضب هذا استخدم بالعمليات الخاصة به استعملوه بالدبابات يعني هي قذيفة الدبابة الديبليتد ايرانيوم كتير خطر وكتير خطر لأنه ما بيروح الرادياشن طبعه الشعاعيه 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 طبعه ما بتروح بسنة وبسنتين وكذا وهو مصرطن بهالحرب باعتقد يلي عم بيعطوا صلاح النزاتهم يلي عم بيعطوا صلاح بأوكرانيا بقى يا هل ترى هل تم استعمال اليورانيوم المنضب ببعض المرات اللي كانوا عم بيقصفونا فيها يا أم لا استعمل بالعراق كمان هيدا السلاح نا ما في ما بتستبعد حدا بيعمل أبحاث وأكاديمية يعني أول ما أول ما تخلص هذه الحرب ويصير آمن شوية لناس مثلنا ينزلوا على هذه المنطقة بدنا نعمل شغل تاني طيب بدنا ناخد شي اسمه جايجر كاونتر يلي هي بتقيس الأشعاعات نشوف إذا في شي مشاع نكب وبدنا ناخد عين من التربة ونشوف قديش التربة عن تربة بتفرق ايه أكيد يعني مثلا عنا في لبنان الوضع يختلف عن أي مكان آخر ربما ايه ايه وخصوص إذا تم قصفه بالفوسفور على الفوسفور هو عادة هو سمات كيميائية يعني لما بيقوله بتسمد بالعشرينات اللي هي يعني 20% فوسفور 20% نيتروجين 20% بوتاسيوم بدنا نشوف هالفوسفور يلي انكب على الترب في شباب بالجمعة الأمريكية عملوا هيك على السريع لقوا أنه 40% يعني هو شو بتسمد انت كيميائيا طب هيدا شي كيف بتفاعل بالجو أستاذياد يعني فيه فيه أمور ربما بتتفاعل بالجو وبيكون فيه إلى عكاسات ربما يعني الفوسفور ما كتير بالجو لأنه الفوسفور كتير بيتأثر بالأكسجين وبالماء يعني إذا كبينا أمبلي فوسفورية أوكي أول شي بده تحرق كل شي هي ونزل على هيدا وبس تصير بالطراب بتصير بالطراب بعدين بتشتي علي الدنيا ويمكن بيأخد الفوسفور أو بينزل على لا شك أنه لازم نعمل تحليل بكذا منطقة عن قديش نسبة الفوسفور بالطراب بالطراب